تفقد المهندس مهد الجحيني مدير عام مكتب التعليم الفني وتدريب المهني بمحافظة أبيا سير العملية التعليمية بالمعهد التقنية الزراعي جعار حيث طاف بقاعات الفصول الدراسية لطلاب سنة أولى وثانية تخصص البساتين وشدد الجحيني على أهمية استكمال ما تبقى من وحدات تدريبية تخصصية وعملية من مقرارات الفصل الدراسية الثاني 2019-2020 لاكتساب الطلاب المهارات والكفايات المهارية اللازمة تنفيذ الاختبارات استعدادا لامتحانة النقل ودعا الجحيني الطلاب الالتزام والانضباط لسير العملية التعليمية وتوعية الجميع على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتقال فيروس كورونا